صباح الخير نرحب فيكم مجدداً لكل انضمنا الآن نرحب اليوم بوزير الشباب معالي الدكتور فارس بريزات معنا اليوم ضمن حلوة يا دنيا أهلاً وسهلاً فيك معالي الدكتور يسأل صباحكم جميعاً وصباح جميع المشاهدين والمشاهدات أنا سعيد بوجودي معكم إن شاء الله طول العمر والصحة معالي الوزير الدكتور فارس معسكرات الحسين للشباب 2020 في عام العشرين لها شكل مختلف نعم وأسلوب جديد العالم يعيش جائحة كورونا موضوع تجمعات الشباب تجمعات الصبايا النشاطات التي عمالها تكون قريبة يبدو أن هناك حضور جديد لمعسكرات الحسين للشباب وأطلقتهم يوم الأربعة منصة للتسجيل نترك الحديث لك حول شكل معسكرات الحسين للشباب 2020 أولاً شكراً لكم على الاستضافة مرة أخرى ومعسكرات الحسين للعمل والبناء تم تأسيسها بستينات القرن الماضي وكان الهدف منها هو رفض الشباب بمعارف لا يتلقوها في المدارس أو الجامعات وهي مهارات الحياة مهارات التحدي المغامرة حل المشاكل بعيد عن الأطور التقليدية والروتينية وما في داعي دائماً أن تسأل واحد كيف تحل هذه المشكلة وممكن أنت تخلق الحلول لذاتك منذ ذلك الوقت لم تتوقف المعسكرات استمرت بأشكال مختلفة وبرامج عديدة جداً اليوم النقلة النوعية التي نأمل أن نحققها هذا العام هي التحول الرقمي في معسكرات الحسين للعمل والبناء كانت سابقاً يجتمع الشباب والشابات في معسكرات وفي بيوت الشباب وفي مناطق تحديات ومغامرات وما إلى ذلك لكن اليوم في ظل وباء كورونا لا نستطيع أن نكون بتجميعها الشباب كلهم في أماكن محددة ولوجستياً الأمور ستكون صعبة فقمنا باقتراح ودراسة إمكانية أن تكون هذه النشاطات كلها أونلاين عن طريق التواصل عن بعد وتمكننا الحمد لله من إنجاز هذا العمل التحضير الآن سنرى من 21.6 إلى 13.8 نستهدف بهذا البرنامج 31.700 شاب وشابة من كافة مناطق المملكة وهي منقسمة لقسمياً في البرامج المركزية وهي تقريباً أربعة برامج الإبداع والابتكار والواقع الافتراضي الإدارة المشاريع والريادة المعرفة وتأهيل الشباب لسوق العمل هذه البرامج المركزية يمكن أن تلاحظوا أن فيها نسق وفيها شيء رابط وهو الريادة والابتكار والعمل لماذا؟ أولاً أكبر مشكلة تواجهنا اليوم هي مشكلة بطالة الشباب وستزداد بعد كورونا بكل تأكيد لأننا لدينا ظروف اقتصادية صعبة كما هي علينا على الآخرين الشيء الآخر العام الماضي تم إقرار الاستراتيجية الوطنية للشباب وفيها سبعة محاور رئيسية يجب أن تعمل عليها الوزارة مع شركائها سواء كان بالمؤسسات الرسمية أو القطاع الخاص أو القطاع المجتمع المدني والمجتمع الأهلي أحد هذه المحاور هو المحور رقم أربعة التمكين الاقتصادي والريادة عند الشباب عندما تسلمت مهامي في الوزارة أثرت أن نركز على هذا الجانب إضافة إلى الجهود الأخرى التي يقوم بها زملائنا في الوزارات الأخرى ووزارة العمل ووزارة الصناعة والتجارة ووزارة الاقتصاد الرقمي والريادة ووزارة الزراعة ووزارة السياحة هناك برامج مشتركة لها علاقة بالريادة والتشغيل قمنا بإطلاق الملتقى الأول للرياديين والمتكرين الشباب بشهر باثنين ثمانية من هذا العام والآن نحن بصدد إطلاق الملتقى الثاني أطلقنا وطلبنا من الشباب وأيضا سيكون رقمي نأمل أن يكون عملي ولكن إذا تعذر ذلك سيكون رقمي الملتقى الثاني طلبنا من شبابنا يركزوا على ثلاثة قطاعات رئيسية وهي القطاعات الأكثر تضررا نتيجة جائحة كورونا قطاع السياحة، الزراعة والأمن الغذائي والصحة تلقينا أكثر من ثلاثمائة مقترح لمشروع ريادي الآن في مرحلة التقييم وهذا التقييم الأولي الآن التقييم المهني وهم المتخصصين في هذه المجالات سيطلق الاسبوع القادم وفي شهر السبعة سنطلق هذا الملتقى الثاني ودينا الملتقة الثالث أيضا اللي هو عن الرياضة في الرياضة قبل نهاية العام نحن هستطيع أن نطلق أربع ملتقيات هذا العام لكن الجايحة أثرت علينا شوية لكن إن شاء الله ثلاث ملتقيات هذا العام سيتم إنجازها والخير بالأشطاء بعد إذنك نتحدث أكثر عن هذا الشكل الجديد الذي سيكون العالم كله سيتحول إله هذا الشكل الرقمي الـالكتروني اللي أيضا بيوفر إلى حد ما لما تكون الفائدة من الممكن أن تحصل عبر هذه المنصات الإلكترونية بدلا من الميدان نشوف كيف توجه الوزارة بتعاون أيضا مع مؤسسة ولي العهد إلى هذا التوجه للشباب لحتى الشباب أيضا يستطيعوا أنهم يقضوا وقت الفراغ بالفائدة والمتعايدة لكن تسمحنا الآن نرجع إلى معسكرات الحسين للعمل والبناء خلينا نتابع بعض من نشاطاتهم ونرجع منكمل الحديث رياضة الأعمال هي العالم اللي كنت أحلم فيه التحاقي بمعسكرات الحسين كان له أثر كبير في نجاح اليوم برنامج التأهيل لسوق العمل اللي شاركت فيه معسكرات الحسين مش بس زاد من كفاءتي الوظيفية بالعمل برضو كمان مكني أكثر من المهام اللي بقوم فيها اليوم أكثر شيء جميل جذبني في معسكرات الحسين هو العالم الثراغي بشعرني بالتحفيز للحياة واكتشاف أشياء كانت بالنسبة لي خيار معسكرات الحسين حفزت عندي حبي المعرفة والبحث عن المعلومات وزادت ثقافتي ومعرفتي بكل ما يحدث في العالم الثراغي الكشاف بش نظام كشفي وبس تعلمنا المشاركة والاعتماد على الذات الكشاف في معسكرات الحسين هو تكافل وشعور بالآخرين وعطاء وانتماء للمجتمع ما رح تمنعنا الجائحة إن نكون معكم هالسنة معسكرات الحسين للعمل والبناء رح تكون رقمية ونكمل المشوار كونوا معنا ولا تهوتوا الفرصة سجل الآن دكتور فارس طلعنا على بعض النماذج كيف ممكن يكون تفاعل الشباب وشغلهم خلال فترة الصيف بشكل رقمي ولكن كان في عندكم شغل كوزارة شباب مع مجتمع محلي مع مؤسسات إن كان أعتقد خاصة حتى مش بس رسمية خلال الجائحة خلال إغلاق البلاد عملتوا أعمال تطوعية شغلتوا الشباب صحيحني إذا أحكي غلط كان في عندكم تعاون مع الأندية اشتغلتوا شوي لوجيستيكس أرجوك توضح شو كان دوركم لأنه في الإجازات الصحفية اللي كانت تقدم يمكن كانت أبرز لبعض الوزارات مثل وزارة الصحة شؤون إعلام غيره ظروف أمنية ولكن الكل كان يشتغل يريد أنك تضعنا في صورة عملكم كوزارة شباب تحديدا شكرا سؤال جدا مهم سيدي إحنا طبعا أكثر من 95% من نشاطاتنا توقفت بحكم إعلان حضرة تجول لأن هذا يعتمد كله على لقاءات الناس مع بعضها البعض فكان هذا شيء ممنوع ولغاية الآن فتحنا جزء من هذه النشاطات لكن ليست كلها مفتوحة حتى اللحظة أثناء الأزمة كان هناك رغبة عند كثير من الشباب بأنهم يتطوعوا لكن نحن لا نتحدث عن تطوع في ظروف عادية هذا ليس تنظيف ودهان مدرسة أو القيام بي حتى مساعدة الأقل حظا المحتاجين الأكبر أكبر السن جائحة صحية تحتاج إلى حذر وتحتاج إلى التدريب المتخصص لذلك أثرنا أن تكون المساهمة الوزارة من خلال التطوع بالحدود الدنيا وتحت سيطرة كاملة وإشراف كامل للقوات المسلحة الأردنية الجيش العربي ووزارة الصحة والأجهزة الأمنية ذات العلاقة والدفاع المدني لأنه من الصعب جدا أن تغامر وأن تخاطر بشباب في الميدان لأنه ممكن يكون هو ينقل لا سمح الله هذا الفيروس للآخرين أو ينتقل لهم من الآخرين فكان الأولوية القصوى والأولى بالنسبة لنا هي الحفاظ على صحة الناس هذا كان وكانت تعليمات سيدنا من أول يوم صحة الناس هي رقم واحد كل شيء بعدين يجي بعدها بس صحة الناس لنحافظ عليها وكان هذا توجه الحكومة بشكل عام الدور الذي قمنا فيه في تلك الفترة لم يكن بالجهد العضلي الجهد العضلي قدمنا بآلاف من المتطوعين في مثلا توزيع الأدوية بمساعدة وزارة الصحة مساعدة المرضى توزيع بعض الطرود على العائلات الأقل حظا لكن هذا كان الجزء البسيط من تدخلنا الجزء الأكبر من تدخلنا من الجهد العضلي للجهد الذهني قاعدين بالدار شو بدنا نسوي كشباب فقمنا بإطلاق الملتقى الثاني للريادين والمتكرين الشباب عن السياحة والزراعة والصحة أطلقنا أيضا أردن مبتكر بالتعاون مع شركاء مثل مؤسس نهر الأردن واليونسيف وغيرهم أطلقنا شبابنا عزوتنا مع شركاء آخرين وأطلقنا أيضا مجموعة من النشاطات التي لها التعليمية مثل دليل شباب دليل شباب هذا قمنا بتطويره باعتماد مؤسسات تعليمية عالمية وتدريبية عالمية وضعنا كل هذه الروابط بكل ما فيها لكي يستفيد الشباب يتعلمون بالمنزل وفيها مهارات عديدة من مهارات الحياة لللغات للقيادة للإدارة التواصل أدوات التواصل الاجتماعي استخلالها بالطريقة السليمة وما إلى ذلك إذا بتسمح لي دكتور عفوا على المقاطعة عندكم مثلا دراسة أو اطلاع الناس اللي استفادت يعني أنت ذكرت لي أكثر من مرة الآن أطلقنا هذه المنصة وأطلقنا هذه المنصة نعم بس تقريبا يعني مش ضروري يكون الرقم بالضبط ولكن كيف بتقيم مثلا تفاعل الشباب خلال هذه الفترة مع هذه المنصة أولا هناك إحنا لدينا أكثر من 120 ألف تقريبا على منصتنا على الفيسبوك هذول الذين يكونوا موجودين معنا بشكل دائم وأطلقنا منصات جديدة على الإنستغرام وعلى سناب شات لأنها هي الأقرب وعلى تويتر كمان لا زالت هي في مرحلة النمو لم تنمو بالشكل الذي أنا أرغب به لكن التفاعل الذي لمسناه كان أنا تقديري أنه ونتمكننا من الوصول إلى مئات الآلاف من الشباب خلال هذه الفترة هل هذا هو الطموح؟ طبعا لا أنا أحب أن أصل لكل الشباب أصل لثلاثة مليون شاب أردني أصل لستة وستين بالمئة من المجتمع الأردني اللي هم أقل من ثلاثين سنة من العمر لكن الشباب كانوا متفاعلين خلال هذه الفترة نعم كان هناك تفاعل والتي لمسناه التفاعل كان من ناحية الاهتمام بالمبادرات التي أطلقناها مثلا في الملتقى الأول سجل 511 مبادرة اللي هو بثمانية اثنين في الملتقى الثاني أكثر من 300 مبادرة هذا كان مفتوح لكل جنيريك كان العام لكل المبادرات لكن هذا كان متخصص بثلاث قطاعات وسجل أكثر من 300 مبادرة فهذا دليل على أنه فيه هناك وطبعا هناك كان فيه شراكات أخرى مثلا عملنا برنامج معاكم أونلاين مع لوف جو ومؤسسات أخرى كان عليه تفاعل كبير جدا بمئات الآلاف اللي تفاعلوا معه أونلاين وكان هناك طبعا بعض البرامج كان فيها جوائز فكانت أكثر تفاعلا من قبل الشباب برنامج مهاراتي مثلا احنا أطلقناه أونلاين بـ 75 مركز شباب في ضل الجائحة مهاراتي تعليم مهارات الحياة وهذا برنامج نعمله بالتعاون مع اليونسوف لكن ما أود أن أقوله أنه في فترة الجائحة اكتشفنا جميعا بأنه العمل التطوعي في الأردن يحتاج إلى تنظيم غير منظم غير متخصص ويحتاج إلى الكثير من العمل التحضيري فبالتشارك مع مؤسسة ولي العهد منصة نوا ومنصة نحنو مبادرة نوا ومنصة نحنو واليونسوف أطلقنا بنك التطوع الأردني وهو الفكرة منه أن يقوم بتنظيم تكون المظلة الرسمية للعمل التطوعي في الأردن ويعتمد بشكل أساسي على السكك اللي هي منصة نحنو اللي فيها اليوم أكثر من 34 ألف متطوع من شبابنا وشاباتنا ما نصب إليه في القادم الأيام في بنك التطوع أنه يعتمد جواز سفر المتطوع أو جواز المتطوع بحيث أنه كل شبابنا وشاباتنا حتى الأخوان من الأكبر من سن الشباب الذين يتطوعون يكون لديهم هوية أو جواز يحتوي على ساعات تطوع تبعهم اللي مارسوها لكي تعتبر لهم في دوال الخدمة المدنية مثلا عندما يتقدم لوظيفة أو في القطاع الخاص أنه التطوع في مهارات أول مهارة تكتسبها كيف تتعامل مع الآخرين ثاني مهارة كيف تنظم وقتك ثالث مهارة كيف تكون منضبط رابع مهارة وهي الأهم كيف تبني رأس المال الاجتماعي لأنه أنت تقدم وقتك وجهتك في خدمة الآخرين والمقابل الذي نرغب بأن نوصله للناس هو أن نكرم هؤلاء الذين يقدمون جهدهم ووقتهم ومالهم في خدمة الآخرين لذلك أطلقنا أيضا بمباركة سمو الأمير الحسين بن عبد الله ولي العهد جائزة سمو الأمير الحسين بن عبد الله للعمل التطوعي والآن نقوم بتحضير جميع أوراقها وشروطها وكل تفاصيلها وإن شاء الله ستطلق العام القادم لأنه الآن نحن نقوم بالتحضير للأساسيات البناء الأساسيات لكل البنك والجائزة وأنا تقديري بأن بنك التطوع هو ثاني أكبر مشروع يخدم الشباب منذ مؤسكرات الحسين نحن اليوم نتحدث عن مؤسكرات الحسين تم إطلاقها في ستينيات القرن الماضي في عام 2020 نطلق بنك التطوع أطلق أطلقت الوزارة والمجلس الأعلى للشباب الكثير من المبادرات العظيمة والكبيرة خلال العقود الماضية لكن كمبادرات كبيرة تخدم الشباب على المستوى الوطني مع أسقرات الحسين وبنك التطوع عفوا بعد إذنك دكتور عم بتواكي برضو الواقع الحالي كيف تحولنا إلى هذه المنصات الإلكترونية الرقمية التحفيز أيضا للشباب من خلال هذه الجائزة الهامة التي تحمل اسم سمو ولي العهد هذا أمر مهم جدا نتحدث عن النشاطات الآن الشباب متعطشين كلهم شغف إنهم هاي الطاقات الكاملة اللي موجودة عندهم بسبب الظروف اللي مرينا فيها مش عم بيقدروا كتير يكونوا بالميدان فعم نقول لهم إلكترونيا ممكن إلى حد ما وبشكل مدروس أن يتواجد هؤلاء الشباب بالميدان ممكن تحطنا أيضا بنوع النشاطات اللي ممكن أن يكونوا موجودين فيها ولكن مع الأخذ بعن الاعتبار للتباعد الاجتماعي وجميع الأساسيات والقواعد ولكن ما تبقى من هذه النشاطات لمعسكرات الحسين للعمل والبناء شكرا ستي هو الأساس أن تكون كلها عن بعد ربما يكون هناك بعض النشاطات الخفيفة بمعايير التباعد والسلامة التي أعلنتها وزارة الصحة لكن إذا حدثت ستكون بالحد الأدنى والأقل عددا لكن البرامج اللي على مستوى المديريات نحكينا عن البرامج المركزية البرامج اللي على مستوى المديريات فيه عن الصحة اللي هو أنماط الحياة الصحية عند الشباب وكيف نتعلم عليها والإشي الثاني عن التماسك الاجتماعي وهذا شيء مهم جدا نحن شفنا أيضا بهاي الأزمة قديش الأردنيين شدوا مع بعض سواء كانوا كمجتمع أو دولة ومجتمع ومؤسسات فكمان هذا بنحاول أنه نحن نحطه بإطار علمي والمعسكر الآخر على الكشافة والمرشدات والعمل التطوعي وهو هذا يرتبط بطلاب المدارس وهذا بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم طبعا الأنماط الحياة الصحية بالتعاون مع وزارة الصحة ومؤسسات أخرى البرنامج الآخر اللي كمان اكتشفنا أنه ربما يكون مفيد الآن اللي هو الزراع والأمن الغذائي وسميناه أكلنا من قدام بيتنا الحاكورة اللي بتزراها حوالي بيتك على أساس أنه يكون فيه جزء من على الأقل الأمن الغذائي على مستوى صغير مش على مستوى المملكة وأنا ما على مستوى البيت يعني كل واحد ينتج لو عشر أو عشرين ثلاثين بالمئة من أكله من جنب بيته بيكون إشي بديع خلينا نقول بعض البيوت بعض البيوت ويمكن يعني بعيدا نسوية عن مثلا عمان الزرقاء لا سيدي بتعرف اليوم أحسن أربان أغريكولتشر اليوم الأكوبونيك الزراعات المائية اليوم في عنا نهضة في الأردن شباب أردنيين متميزين عملوا زراعات المائية ويزرعوا فيها سمك وخضار ويعني إنتاج ممتاز جدا بتوفر ثمانين بالمئة من استهلاك المياه اللي بالرأي بالتنقيط نهيك عن الطرق القديمة في الرأي اللي هي بالقنوات والآن دخلوا عليها التكنولوجيا أيضا في عنا شركات أردنية رائدة متميزة سيدنا زار شركة بالغور قبل أسبوع الماضي أو الأسبوع في هناك أيضا شركات لم مش موجودة على خرط الإعلام ولكنها ستفاجئ الأردنيين وربما تفاجئ العالم بطريقة الأداء وربط التكنولوجيا بالزراعة من ناحية توفير المياه وزيادة كميات الإنتاج أيضا التعلم عن بعد صار هذا شيء مهم جدا في هذه الأزمة فأحنا في عنا برنامج أحد البرامج عن التعلم عن بعد على مستوى مديريات الشباب وآخر شيء بنعمله بالتعاون مع مديرية الأمن العام اللي هو السلامة الأمن والسلامة الوطنية هذا شيء له علاقة بالمحاذير الأمنية كيف بنكون وعيين من الناحية الأمنية بنحافظ على السلامة من وجهة نظر الأمن العام كيف في الأمن العام يشوف إطار الحفاظ على السلامة وهذا كله إحنا بالنهاية في تغير كبير عن ما كانت عليه المعسكرات في السنوات السابقة لكن في قادم الأيام لن نتنازل عن أنه فقط نخليها لما نرجع إن شاء الله الوضع الطبيعي قريبا أنه الناس بتكون على أرض الواقع وبتشتغلوا مع بعضها سنكمل بالمسارين المسار الأونلاين والتعلم عن بعد والمعسكرات عن بعد والمسار الثاني اللي هو على أرض الواقع نعم بس ونذكر أنه بعض المشاهد يمكن اللي مرت أنا كأني لمحت على الشاشة هذه كلياتها عبارة عن نشاطات كانت في العام أتمنى أنه في القريب العاجز زي ما تفضلت ترجع سؤال عام دكتور من دائرة الأحوال المدنية من إحصائيات للجامعات للمدارس تقدروا كوزارة الشباب تعرفوا أعداد الشباب الموجودة تقدروا تدخلوا كمان بتحديد الأعمار يعني هاي الفئة اللي تسمى شباب تقدر فعلا أنك تتلمسها وتحددها من ناحية العدد والأعمار والجنس وغيره ولكن كيف بتقيم شغلكم في وزارة الشباب يعني هل هاي الأرقام اللي موجودة كشباب في الأردن عمالكم بتغطوها بنسبة كم أنتوا شغالين معهم مثلا 10% 20% 50% 60% 70% ما بعرف بس خلينا ومش ضروري أرقام تكون يعني أكيدة 100% بس حطنا بالصورة سيدي من حيث المبدأ إذا بدك تحسب طلبة المدارس في الأردن نحكي عن مليون وثونمائة ألف طالب وطلبت الجامعات حوالي 4 مليون تقريبا فأنت بتحكي عن مليونين هذول فقط اللي على مقاعدة الدراسة وإذا طبعا التعريف الشباب بختلف إذا بتحكي من 12 سنة مثلا لـ 24 سنة أو من 14 لـ 30 أو من 12 لـ 30 فبعتمد فأنا نتحدث عن نحو 3 مليون شاب في الأردن حسب التعريفات لكن من نستهدفهم نحن حوالي 3 مليون الآن من نصل إليهم في البرامج مثلا عام 2019 الذين شاركوا بنشاطات الوزارة والأندية والمراكز الشباب لدينا 197 مركز شباب 5 مدر رياضية 22 مجمع رياضي أكثر من 15 بيت شباب منتشر بكافة مناطق المملكة هذه المؤسسات جميعها تقريبا اشترك فيها حوالي 230 ألف شاب وشابة بالنشاطات مختلفة طبعا كل مركز شباب بيكون عنده مجموعة من النشاطات على طول السنة وهذه خطة معدة لكل مركز شباب تبدأ من المركز وبالتشاور مع المديرية الشباب في المنطقة مع الوزارة بأنه نتفق على هذا البرامج نحاول الآن أنه مثلا موازنات مراكز الشباب كانت صغيرة إلى حد ما بنحاول أنه بنرفعها إجتنا الجائحة خربت برامجنا شوي نزلتوا السنة؟ لا إحنا مخصصات مراكز الشباب حفظنا عليها بنحاول نزيدها لأنه اليوم ممكن يصير عنا وفر بالمعسكرات بنوديها للمراكز لأنه في بعض الوزارات نزلت نزلت المصر كل الوزارات نزلت لكن في برامج محددة مثلا أنا شخصيا إذا بقدر أنزل من شي مش كثير مهم أركز على القضايا المهمة أنا بالنسبة إلي كوزير للشباب الآن أكبر برامج التي تستهدف الشباب على هذا البرامج اللي حكينا فيها خصوصا برامج الريادة والتشغيل الذاتي طبعا مهم لأنه لدينا مشكلة البطالة أنا إذا كان عندي 100 ألف دينار زيادة بأحولهم على هذا المشروع إذا كان عندي 50 ألف توفير من مشروع ثاني بوديهم علىهم لكن اليوم المشاريع الرأسمالية تقريبا توقفت لأنه طرح عطاءات جديدة لا يوجد المخصصات جميعها راحت للمعالجة الأزمة اللي بنمر فيها نتيجة الكورونا فخطة الاستجابة اليوم هي الأولوية الأولى والقصوى للدودة الأردنية لكن نتأمل أنه إحنا من خلال أيضا شركاتنا وشركاتنا مع مؤسسات محلية وعالمية أن نتمكن من الاستمرار ببرامجنا لدينا برنامجين مهاراتي مع اليونسيف مستمر هذا مع البنك الدولي أيضا للرعاءة للشباب الأقل حظا وأكثر عرضة للتهميش الاقتصادي وعندهم مثلا أيتام أو بلا أسر هذا فيه برنامج متخصص شغالين فيه الآن نعمل مع الوكالة الأمريكية للإنماء أيضا على مجموعة من البرامج منها مركز افتراضي أونلاين مركز افتراضي للشباب بيكون فيه برامج وكل شيء نقدمه كنا على أرض الواقع بنقدمه الآن رح يكون أونلاين فالبرامج مستمرة الأفكار بديعة جدا وكثيرة جدا لدينا ما شاء الله يعني فريق في الوزارة مميز يعني بالمراكز الشبابية فيه هناك شباب متطوعين متحمسين لديهم الكثير من الطاقة ونتأمل أنه إحنا نكون عند حسن ظنهم ونتأمل أنه إيدنا بإيدهم نتمكن من إحداث نقضة نوعية لشبابنا إلى المستقبل وتعاوننا مع مؤسسة ولي العهد وأيضا بالتواصل مع مكتب سمو ولي العهد والفترة لما أطلقنا بنك التطوع وجائزة ولي العهد كنا بمعية سموه وبارك هذه الجهود ونتأمل أن نكون رديف حقيقي ليس فقط لسمو ولي العهد كوزارة شباب وإنما أيضا لكافة جزء الدولة ولكواتنا المسلحة في وقت الأزمات ووزارة الصحة ووزارة التربية أيضا هناك الكثير من الذين نستطيع أن نكون به وإن شاء الله سأكون به يعطيكم ألف عافية بس بدي أسألك بموضوع يعني ممكن شوينا نبعد عن المعسكرات بعض الشيء ولكن عم نسمع مؤخرا كثير على موضوع الأندية الرياضية يعني هذا القطاع الهام جدا الذي يتم دعمه من قبل للوزارة ووزارة الشباب الآن بظل جائحة كورونا ما من نقول بدأ يعاني ولكن بحاجة إلى ضخ بده موارد مادية لحتى يقدر يستمروا هذا القطاع مهم جدا خصوصا للشباب إيش عم تعملوا شو خطوة بالجائحة؟ نتقينا قبل أكم يوم بأندية الدرجة الأولى اللي هم المحترفين وكان لديهم بعض المطالب الواضحة أهم مطلب باعتقادي غير عن قضايا الدعم المادي أنه كيف يمكن أن ننتقل لمرحلة الاستدامة الدائمة لهذه الأندية فكان الاقتراح الذي اتفقنا عليه أن نتحول هذه الأندية إلى شركات تستطيع أن تستثمر وليست فقط أندية تتلقى الدعم من الوزارة أو من المعلنين أو المانحين وباعتقادي هذا هو النموذج الشغال في كل العالم أمريل مدريد برشلونة غيرهم الأندية الكبيرة كلياتها يجب أن تسير على هذا الاتجاه نحن في الأردن للأمانة لدينا نحو 380 نادي مسجل في وزارة الشباب الذي هو نادي ثقافي رياضي اجتماعي أنا تقديري أن هذا رقم كبير جدا ويجب أن يكون هناك تنافس حقيقة بين هذه الأندية للإستمرارية البقاء للأقوى البقاء للأفضل البقاء للأكثر إنجازاً البقاء لمن يستطيع أن يديم نفسه أعتقد أنه يجب أن حتى في موضوع الرياضة يجب أن ننتقل إلى موضوع التنافس الإيجابي في كل شيء الرياضة هي قائمة على التنافس الإيجابي والأندي يجب أن تكون قائمة على التنافس الإيجابي فنحن لن ندخل جهود طبعاً طلبنا من الإخوان في الأندية يعطونا إيش مطالبهم سنقوم بتقديمها للجانة الوزارية المعنية ولمجلس الوزراء وإذا كان هناك إمكانية لمساعدة هذه الأندية على الوكوف خصوصاً أن هذه الأندية لا تقدم ترفيه أندية الرياضة ليست ترفيهية أندية الرياضة تخلق وحدة وطنية تماسك اجتماعي تروج ترفع عن الشباب تعطيهم فرصة أن يتفاعلوا مع بعضهم البعض سواء كان في الملاعب أو خارج الملاعب بناء الروح الرياضية عن التسامح وكل هذه المسائل مهمة جداً فنحن لا نراها على أنها ترفيه نراها على أنها شيء خدمة أساسية مقدم للمجتمع فكرة جميلة ذكرتني ما عليك قبل أن نودعك على موضوع دمج الأندية 380 تقريباً تقريباً في أندية على فكرة في التسعينيات بتذكر كان في شغل جمعية البنوك وزارة المالية البنك المركزي ما أعرف اللي بسمعني بتذكر في بعض البنوك تم دمجها في بنك اشترى بنك في بنوك غادرت في بنوك صفت أعمالها ورجع شوي خلينا نحكي أعداد البنوك في هذا العالم المصري في المحلي في الأردن رجعت أقل أو أكثر رشاقة ممكن هيك يصير فيه دمج تتوقع دمج لبعض الأندية لن يكون هذا بقرار سياسي من الوزارة أو من الدولة هذا كتوقف أنا تقديري أنه إذا بدنا نستمر ونخلق حركة تنافسية حقيقية يجب أن تقوم الأندية بالنظر إلى ملفاتها والذي يرى بأنه لديه القدرة على الاستمرارية بشكل تنافسي حقيقي يستمر والذي لا يجد ليه القدرة على الاستمرارية هذا هو وضع الطبيعي أن يتلاشى وأن يقوم نادي آخر بأنه مثلا في بعض القرى فيها ثلاث وأربع أندية فيها ثلاث أربع تلاف بني آدم هل لا يجيبوا اللاعبين مثلا من مناطق أخرى ويدفعوا لهم رواتب عشان يترقوا لدرجة اللي بعدها أنا تقديري أنه هذا ممارس في كل العالم وهذا طبيعي ولكن غير الطبيعي هو أن تلجأ لمثلها لأنه المطلوب من الأندية أن تنمي المهارات المحلية والقدرات الموجودة في هذه القرية وفي هذا المجتمع المحلي لا تستأجر لاعب من الرمثة وتجيب ويلعب في الكرك أو من الكرك في مادبة نهاية هي خدمة إلى المجتمع المحلي نعم هذا هو الأصل فيها لا أريد أن يختلف معك لأنني اشتغلت معهم مرات هم يرى أنه اللي يعملوا هذا إيجابي ويرفع كمان من اسم بلدهم وقريتهم ويحاولوا أن هذه القرية مثلا صغيرة الحجم لما بتجيب لاعبين من بره الاسم عماله بنتقل للعالم يعني فيه جهد بس نحن نحكي على استدامة ومستقبل الموضوع والاستدامة الموضوع والاستدامة الاستدامة هي المعيار الأساسي أنا تقديري تجربتي المتواضعة في هذا المجال واضح أنه لدينا إشكالية لأنه لا تستطيع أن تمول جميع هذه الأندية ولا تستطيع هذه الأندية أن تمول نفسها حتى مع الدعم الذي تتلقى نحن ندعم جميع هذه الأندية تتلقى دعم من الوزارة كل سنة لكن هذا الدعم لا يكفي لإستدامتها فما هي الموارد البديلة؟ يجب أن تتحول إلى شيء منتج كيف أن تكون منتج؟ هذا بدك تتحول إلى شركات لديها قدرة استثمارية وهذا يتطلب معرفها وتشغيل ذاتي للشباب وما في مشكلة من الدمج أحيانا النادي يمكن أن يرى أنه قدراته أو معطياته متواضعة وحابب أن يستمر ويفيد هذا المجتمع عليه وموجود فيه يعني لا ضاير من الدمج مع النادي يمكن أن يكون قوي أو غيره وزي ما نسمع مثلا وهذا قرارهم ليس قرارنا طبعا هو بالنهاية قرارات فردية بالنهاية نتشكرك مع علي وزير الشباب شكرا إلىك شرفنا ونورتنا اليوم بحلوة يا دنيا الدكتور فارس بريزات أهلا وسهلا فيك شكرا لكم وتشرفنا داعي عن جد أنها ممتعة الحلقة معكم إن شاء الله بنعيدها كمان أبيتها أكثر على الهواء أو تحت الهواء لا على الهواء على الهواء لأنه هناك أكثر منه وشات بسيطة يعني في بعض المنوان كامل وزير أول مرة يدخل بيننا يعني قاضي شلوح بالعكس مع لي من أهل البيت حشان هيك إحنا دائما من كنا صريحين دكتور فارس أهلا وسهلا ليس حضورك الأول في رؤية ولكن كنت في نبض البلد يمكن مرة أو أكثر من مرة أهلا وسهلا فيك للمرة الأولى في حلوة يا دنيا شكرا حوار شبابي هيك إن شاء الله الناس استمتعوا معنا شكرا ملنا لك التوفيق ولك كل طاقم الوزارة وزارة الشباب أيضا دوام التوفيق بارك الله فيكم أهلا وسهلا أهلا وسهلا